اشتركوا في القناة من بطولة القتال الشجاع بريف 21 التي نظمها اتحاد القتال الشجاع بصالة مدينة الملك عبدالله الرياضية وقد كان في وداع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لدى مغادرته والوفد المرافق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وكيلو رئيس الهيئة العامة للشؤون الرياضية سعادة السيد عبدالرحمن السحيباني ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة سعادة السيد سعيد الغامدي ورئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال سعادة السيد عبدالعزيز الجليدان وأمين السر العام للاتحاد السعودي لفنون القتال سعادة السيد عبدالله القبلان والقنصل العام لمملكة البحرين بجدة سعادة السيد ابراهيم المسلماني وعدد من أعضاء القنصلية وقد أرب سموه عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة لما قوبل به سموه الوفد المرافق من حفاوة الاستغبال وحسن الضيافة مشيرا سموه إلى أن هذه الزيارة سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والسعودية وتوطيد العلاقات في شتى المجالات متمنين سموه للسعودية قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار اشتركوا في القناة